بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ المعز أسطولا عظيما تفوق به على أسطول الدولة البيزنطية من أشهر أبواب القاهرة قديما باب زويلة أرسل المعز لدين الله جيشا لفتح مصر بقيادة مين جوهر السقلي نقل المعز لدين الله مقر الخلافة الفاطمية من المغرب إلى القاهرة احتفل الفاطميون بالأعياد المسيحية مثل عيد الغطاس والنيروس وضع حجر الأساس للجامع الأظهر عام 359 هجرية وانتهى البناء منه عام 361 هجرية سمي الجامع الأظهر بهذا الاسم نسبة إلى السيدة فاطمة الظهراء أسسى جوهر السقلي مدينة القاهرة عام 969 ميلادية السؤال الثاني اكتب ما تشير إليه كل عبارة ينسبون للسيدة فاطمة الظهراء اللي هم الفاطميون الجامع الذي بناه جوهر السقلي بأمر الخريفة المعز لدين الله الجامع الأظهر من أشهر أبواب القاهرة الفاطمية بباب زويلة السؤال الثالث بما تفسر فتح الفاطميين لمصر أو فتح الفاطميين لمصر بسبب حالة الضعف والتفقق في أواخر الدولة الأخشدية أمر المعز لدين الله القائد جوهر السقلي بتأسيس مدينة القاهرة لتكون عاصمة لمصر ومقر الخلافة الفاطمية أحاط المعز لدين الله القاهرة بصور عظيم للدفاع عنها تسمية الجامع الأظهر بهذا الاسم نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء يعد الجامع الأظهر أشهر مسجد في العالم الإسلامي لأنه يعد أكبر جامعة إسلامية يقصدها الطلاب من جميع الأقطار الإسلامية السؤال الرابع ما النتائج التي ترتبت على الضعف والفوضى التي عانت منها مصر في أواخر الدولة الأخشدية فتح الفاطميين لمصر ضم المعز لدين الله بلاد الشام والحجاز بعد حضوره إلى مصر عام 972 ميلادية اتسعت دولته اتساعا كبيرا فشملت مصر والشام والحجاز وبلاد المغرب حتى سواحل المحيط الأطلنطي ما النتائج مترطبة على سقوط الدولة الفاطمية قيام الدولة الأيوبية النتائج مترطبة على بناء جوهر السقل لمدينة القاهرة أصبحت عاصمة لمصر بناء الفاطميين الجامع الأظهر أصبح مكانا لتدريس العلوم الدينية وجامعة إسلامية النتائج مترطبة على حضور الخليفة المعز لدين الله إلى مصر قيام الدولة الفاطمية وأصبح أول خلفاء الدولة بناء أسطول قوي في عهد الدولة الفاطمية ترتب عليه حماية سواحل الدولة الإسلامية السؤال الخامس صح وغلط حضر المعز لدين الله إلى مصر عام 927 ميلاديا وضم إليها الشام غلط كان أول الخلفاء الفاطميين بمصر جوهر السقل غلط أصبح الأظهر أكبر جامعة إسلامية في عصر الفاطميين صح باب زويلة من أشهر أبواب القاهرة الفاطمية صح أقام جوهر السقل بالقاهرة قصر الوالي ومقر آخر للحاشية صح ما زال الأظهر يحافظ على اللغة العربية إلى اليوم صح باب زويلة يتكون من بوابة عظيمة عرضها خمسة أمتار ونصف غلط أسس جوهر السقل مدينة القاهرة والجامع الأظهر صح أصبحت القاهرة مقر الخلافة الفاطمية منذ عام 972 مهلاديا صح الخليفة المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين في مصر صح نقل المعز لدين الله الخلافة الفاطمية من المغرب إلى القاهرة صح سمي الجامع الأظهر نسبة إلى السيدة عائشة وغلط إلى السيدة فاطمة السؤال السادس اختر الإجابة الصحيحة أسس جوهر السقل للقاهرة عام 1969 كان أول خليفة فاطمي في مصر المعز لدين الله انتهى البناء من الجامع الأظهر بعد سنتين تقريبا أنشأ أسطولا تفوق به على أسطول بيزنطينيين المعز لدين الله من أشهر أبواب القاهرة الفاطمية زويلة باب زويلة وضع حجر الأساس لمدينة القاهرة القائد جوهر السقلي أحاط جوهر السقلي القاهرة بصور جعل له نغة أبواب سمانية أبواب وضع جوهر السقلي حجر الأساس للجامع الأظهر سنة 970 نكمل مع بعض الوحدة الثالثة الدرس الثالث فيها والأخير صلاح الدين الأيوبي السؤال الأول أكمل ما يأتي ولد صلاح الدين في تكريد شمال العراق ونشأ في بلاد الشام جاء صلاح الدين إلى مصر مع عمه شيركو في حملات أرسلها نور الدين محمود أصبح صلاح الدين سلطانا على مصر بعد خلع العاضد آخر خلفاء الدولة الفاطمية عام 1171 نجح السليبيون في تكوين إمارات الرهى وأنطاقية وبيت المقدس وترابلس في بلاد الشام وحد صلاح الدين مصر والشام والعراق في دولة واحدة عاصمتها القاهرة بنى صلاح الدين صورا يوحيط بالقاهرة والفستاط والعسكر والقطائع انتصر صلاح الدين على السليبيون في معركة حطين عام 583 ميلادية استولى صلاح الدين على المدن الساحلية في بلاد الشام مثل صيدة وحيفة وعكة عقد ريتشارد مع صلاح الدين سلح الرملة عام 1192 ميلاديا توفي صلاح الدين عام 1193 ودفن في دمشق أمر صلاح الدين وزير وبهاء الدين قرقوش ببناء القلعة تعتبر مدينة بيت المقدس مقدسة للمسلمين لأن فيها المسجد الأقصى السؤال الثاني اكتب ما تشير إليه كل عبارة جماعات أوروبية جاءت إلى الشرق الإسلامي في حاملات عسكرية استعمارية دول اسمهم السليبيون مقطعة في الشام استولى عليها السليبيون وقونوا بها إمارات لهم إمارة السؤال الثالث بما تفسر مجيء صلاح الدين إلى مصر جاء في حاملات حربية عسكرية أرسلها نور الدين محمود إرسال نور الدين محمود حاملات إلى مصر لمنع الصليبيين أو الصليبيون من الاستلاع على مصر في أواخر الدولة الفاطمية تسمية الصليبيون بهذا الاسم لأنهم اتخذوا من الصليب شعارا لهم مجيء الحاملات الصليبية إلى الشرق الأوسط أدعو أو ادعو أنهم جاءوا لتخلص بيت المقدس من أيد المسلمين من أيد المسلمين ولكن كانت لهم أطماع استعمارية نجح الصليبيين أو نجح الصليبيون في تكوين أربع إمارات صليبية في الشام بسبب ضعف وانقصام العالم الإسلامي في ذلك الوقت وحد صلاح الدين مصر والشام وأعالي العراق في دولة واحدة عاصمتها القاهرة لمقاومة الصليبيين بناء صلاح الدين قلعة الجبل لتكون مقر للحكم مركز الإعداد الجيوش تسمية صلح الرملة بهذا الاسم لأنه عقد في منطقة الرملة بفلسطين السؤال الرابع ما النتائج مترطبة على ضعف وانقصام العالم الإسلامي قبل مجيء الصليبيين نجح الصليبيين في تكوين أربع إمارات صليبية في الشام هي الرهى وانطقية وبيت المقدس وترابلس معركة حطين النتائج ترتبط على معركة حطين عام 583 هجرية وقع جميع الأمراء الصليبيين أصرها في يده واستولى على المدن الساحلية في الشام مثل صيدة وعكة وحيفا استولى على عسقلان ومملكة بيت المقدس سكوت الدولة الأيوبية ترتب عليه قيام دولة المماليك عقد الصلح الرملة عام 1139 ترتب عليه امتهاء الحرب بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسن سؤال الخامس صح وغلط استولى صلاح الدين على المدن الساحلية في الشام بعد معركة حطين صح كان العالم الإسلامي قويا ومتحدا عند مجيء الصليبيين غلط قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية عام 1189 غلط عجز ريتشارد قلب الأسد عن هزيمة صلاح الدين والاستلاء على بيت المقدس صح كوان الصليبيون في الشام أربع إمارات صح أتم الملك العادل بناء القلعة وأنشأ فيها قصورا فخمة صح نجح صلاح الدين في توحيد المسلمين بضم الشام والعراق إلى مصر صح انتصر صلاح الدين على الصليبيين في معركة عنجلوت غلط حرر صلاح الدين بيت المقدس في 27 رجب 983 هجرية غلط أمر صلاح الدين وزيره بهاء الدين قراكوج بميناء القلعة جهز صلاح الدين جيشا وأسطولا قويا لمحاربة الصليبيين ادعى الصليبيين بأنهم جاءوا للتخليص بيت المقدس من المسلمين صح السؤال السادس اختر الإجابة الصحيحة انتصر صلاح الدين في معركة حطين سنة 1187 تعتبر مدينة بيت المقدس مقدسة للمسلمين لأن فيها المسجد الأقصى جاء صلاح الدين إلى مصر في حملات أرسلها السلطان نور الدين محمود رابع الإمارات التي كونها الصليبيون في الشام ترابلوس توفي صلاح الدين الأيوب ودوفنا في دماشق جاءت الحملات الصليبية إلى الشرق الإسلامي من أوروبا أول الإمارات التي كونها الصليبيون في الشام الرهى انتصر صلاح الدين على الصليبيون في معركة حطين سؤال السابع رتب الأحداث التاريخية زمنيا من القديم إلى الحديث بناء القلعة بناء القلعة صلاح الدين معركة حطين قيام الدولة الأيوبية بحنا عندنا أول حاجة قيام الدولة الأيوبية اللي بعدها بناء قلعة الجبل وبعدين معركة حطين وبعدين صلح الرملة وبعدين تأسيس الإمارات الصليبية وتوحيد المسلمين وفتح المدن الساحلية وتحريب بيت المقدس ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في فيديو قادم وتمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع